حرب أهلية قد تندلع في فرنسا جراء مشروع قانون المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان القاضي بحظر الحجب هذا ما أعلنه الرئيس المنتهية ولايته إمانويل ماكرون خلال نقاش حاد في مناظرة تلفزيونية حاسمة في محاولة لكسب مزيد من الأصوات قبل أيام قليلة من الدور النهائي للانتخابات فبعد أن بدت مرشحة اليمين المتطرف وكأنها تراجعت في الأيام الأخيرة عن مشروعها حظر الحجاب في البلد عادت وأكدت في المناظرة أنها مع حظره في الأماكن العامة مشددة على ضرورة مجبهة الإسلام السياسي مذكرة في السياق ذاته بالحوادث الإرهابية التي جرت في فرنسا في وقت سابق ومحرضة على ضرورة وجود قانون يحارب ما سمته إيديولوجيا الإسلام السياسي الذي يتعارض مع قيم فرنسا مضيفة أنها ستجعل فرنسا أول دولة في العالم تحضر الرموز الدينية وسيكون لديها ضباط شرطة يركضون في الشارع يطاردون المحجبات لوبان دعت أيضا لتردي أكثر من أربعة آلاف شخص على قائمة المتطرفين في فرنسا وإغلاق نحو ست مائة مسجد متطرف على حد وصفها الحجاب زي يفرضه الإسلاميون السياسيون وغالبية النساء التي يرتدينه مجبرات على ذلك وإن كنا لا يفصحن فهن يتعرضن للاتهام بأنهن غير طاهرات كما يتعرضن للإقصاء حين يرفضن لبس الحجاب من مجتمعاتهن مكرون الذي بدى خلال المناظرة مدافعا عن المسلمين والمحجبات وحذر من أن اقتراحها قد يخلق حربا أهلية في فرنسا وأن بعض المواطنات الفرنسيات لن يتمكن من مغادرة منازلهن بمجيب ذلك هو ذاته مكرون الذي حلت في عهده عدد من الجمعيات الإسلامية وأغلقت مساجد عدة بسبب ترويجها لما سماه أنذاك بالإسلام المتطرف كما أن وطيرة العنف ضد المسلمين ارتفعت في بلاده خلال حكمه فالأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية تؤكد أن الأفعال العنصرية والمسيئة للمسلمين العام الماضي ارتفعت بشدة رغم ترجعها بحق معتنق ديانات أخرى وهو أيضا الرئيس الذي فرض ميثاقا للمبادئ الإسلامية يحمل اسم ميثاق مبادئ الإسلام السياسي والذي واجه انتقادات حادة من أئمة وعلماء مسلمين كونه ميثاق يفتري على الإسلام بحسب منتقديه ويظهر مثلا أن الإسلام معاد للمرأة إيمان العربي تي آر تي عربي